بسم الله الرحمن الرحيم درس جديد في الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية نقدمه ضمن دورة الترجمة في شبكة المترجمين العرب سوف ننظر في هذا النص المترجم الذي ترجمه أحد المتدربين وسوف نستعرض بداية الأخطاء من الناحية المعنوية خطأ في المعنى وبعد أن ننتهي من الأخطاء المعنوية سوف ننتقل إلى الأخطاء اللغوية الأخطاء المعنوية إما يكون هناك معنى خطأ في كلمة أو معنى مضاد أو غير ذلك سنبدأ الآن على بركة الله وبعد ذلك كما قلنا سوف ننتقل إلى الأخطاء القواعدية لدينا has been growing على سبيل المثال هذا الزمن يدل على شيء بدأ بالباضي ومازال مستمر بالحاضر من الجيد أن المترجم أو المتدرب قد ذكر تنامي هذا شيء صحيح هناك تنامي الآن حاليا الاعتراف الدولي صحيحة العمالة القصرية صحيحة لكن هناك خطأ بالنسبة الذي جعل العمالة القصرية شيئا من الماضي هذه الجملة ليست دقيقة تماما سوف نصححها الآن إلى طريقة أفضل وهي أن هناك اعتراف بأن العمالة القصرية لم تعد شيئا من الماضي يعني هو وهم أن نقول أنه لم يعد هناك عبودية وعمالة قصرية وغير ذلك العمالة القصرية مرتبطة مع العبودية طبعا الذي يفرض بشكل ملح استخدام مظاهر حديثة لمواجهتها سوف نصلح هذه أيضا الكلمات لأننا لدينا مشكلة في الفاعل هنا يعني تجليات العمالة القصرية هي الفاعل وليس الذي يفرض الآن فإذا هناك اعتراف بأن العمال القصرية لم تعد شيئا من الماضي وهناك اعتراف بأن مظاهرها الحديثة تتطلب إجراءا سريعا مباشرا عاجلا للتعابل معه فإذا هناك خطأ في الانتباه إلى كلمة ذات التي تعطف أن ذات التي تعطف جملة على جملة أخرى ولذلك ننتقل الآن حصانا صحيح يعني لا يوجد أي مشكلة لكننا عادة نقول إفلات من العقاب الإفلات من العقاب وصححنا بالنسبة لمجر إجراء العاجلا أو أكشن كتبناها إجراءا هناك مشكلة لدينا في هذه الترجمة التي نجدها بكلمة ذات سوف ننتقل في الناحية اللغوية فيما بعد ذلك هناك خطأ الآن لدينا في ترجمة العبارة ونصححه الآن أن الإجراء التي يجب اتخاذه لمناهضة العمال القصرية بما فيها الإتجار يتطلب مقاربة بدل نهج مقاربة وليس موحد كلمة integrated معناها متكاملة فهنا الخطأ موجود في كلمة integrated التي تعني متكاملة نحن تعمدنا أن يكون التسجيل أسرع مما قبل لأننا نعرف أن يمكنكم أن توقفوا التسجيل في أي لحظة ما مجرس معناها تدابير فهنا نقول تطبيق تدابير خاصة لمساعدة من الضحايا victim assistance معناها a system of victims ويجب أن تكون سياسات مناهضة كلمة against في المصطلحات الدولية على هذا السياق نسميها مناهضة أو مكافحة وننتبه الأخ الكريم أنك نسيت أن تترجم therefore لذلك ولذلك يجب أن تكون سياسات مناهضة مبنية على الجمع بين ثلاثة محاور شكرا لك أخ الكريم أنك انتبهت إلى أن peace هنا لا يمكن ترجمتها في العربية إطلاقا فأنت أحسنت عندما قلت ثلاث محاور وانتهى الأمر ملاحق القانونية صحيحة الوقاية صحيحة الحماية صحيحة يجب أن ترتكز ترتكز ماذا؟ من الذي يجب أن ترتكز؟ نكرر الكلمة من أجل أن يكون هناك وضوح تلك المحاور هي التي ترتكز نكرر الفاعل هنا إحدى الأساليب الترجمة أن نكرر الفاعل نستمر الآن بالمصطلحات الأخرى against forced labor القضاء على مناهضة eradication معناها القضاء على وليس إنها هناك خطأ لديك بstate allocation of resources state ليست حالة هنا إنما تعني دولة أنا الآن أريد أن أوضحها لك لو سمحت أريد أن أوضحها لك الآن في هذا السياق state allocation of resources المقصد فيها allocation by states of resources انتبه أخي الكريم إلى قواعد التحويلية وإلى قواعد اللغة الإنجيزية والتحويلة التي تكون بها بالنسبة لذات انتبه I believe that he is smart ذات هنا تعني أن هنا نتحدث عن nominally close الذي أرجو منك أن تدرسه أما عندما نقول that man is happy فذات هنا تعدي ذلك that the man is happy is not my business هنا الآن نتحدث عن أن حقيقة أن لأننا نتحدث عن إذا من الأخطاء التي يجدها عندك أنك تجد مشكلة في التمييز بين ذات التي تعني أن وذات التي تعدي ذلك نرجو منك أن تميز بينهما نرجو منك أن تنتبه إليهما وتراجع الكتب التي قد نضع لك بعض اسمائها فهنا لك الكتاب سأضعه الآن أكتبه لك بعض قليل بعد أن ننهي التصحيح النهائي بالنسبة للغة الإنجليزية وهو Structure 2 للدكتور لويس مقاطش وهي من منشورات جامعة القدس المفتوحة لا أعرف إذا كانت هذه الكتب متاحة الآن حاليا أم لا لكنها على الأقل كانت متاحة قبل بضع سنوات الآن انتهينا من الترجمة وتأكدنا أن المصطلحات لا وجدين فيها أي مشكلة المعاني الصحيحة بقي لنا أن نصلح القواعد في اللغة العربية هناك تنامي نقول تناما لأن تنامي فعل منقوص والفعل المنقوص تحدث منه حرف العلة إذا جاءت في التنوين مثل هنا لا يوجد أي مشكلة الآن بأن العمال القسرية وأن مظاهرها أنا لن فقط أزيل اللون الأصفر منها لأننا نريد أن نحصل على ترجمة نهائية بدلا من أكثر وأهم خلاص لنقول من أهم الأسباب من أهم الأسباب التي تجعل العمال القسرية تمارس باستمرار وفي الوقت نفسه لأن كلمة نفس تأتي بعد الكلمة وليس قبلها هناك إجماع متنامي أيضا هنا الكلمة اسم منقوص نتابع نحن الآن نصلح فقط الأشياء اللغوية دون المعنوي لأن المعنى انتهى ولا هم من ذلك أنا أغير الآن فقط ناحية أسلوبية من أجل ربط الجملة مع الجملة التي تتسبقها ترتكز إلى ويشتمل على هذه من الأخطاء التي ننتبه إليها رجاءا لا نقول ترتكز على بل إلى ولا نقول يشمل إنما تقول تشتمل على بهذا نكون قد أنهينا في هذه العجالة التصحيح الخاص بهذا النص نشكر المتدرب الذي تكرم وتقدم لنا بهذا التدريب نتمنى أن يكون هناك فائدة في هذا الدرس ونلقاكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته